مرحبا كيف كانوا ان شاء الله دائما تكونوا بخير وتحياتي للجميع هذا الفيديو كتير مهم يا جماعة لأنه عن جد صار عم بنسائل هذا السؤال ألف مرة شباب وبنات من كل مكان عم يسألوني يعني حتى من ألمانيا مثلا انت بألمانيا أخواتك بسوريا أو بأي دولة عربية تانية وبتركيا حابين نجل ألمانيا عم بيقولوا صحيح انه خلاص بعد راس السنة أو بالقريب العاجل مثلا خلاص ألمانيا عم تستقبل لاجين شو عم بصير وشو الوضع يعني كلنا عم نعرف انه مثلا الحزب البديل في ألمانيا أتباعهم عم تكتر طبعا الحزب البديل يلي ما بيحب اللاجئين يلي إذا يوم الأيام مثلا استلم السلطة خلاص ما عاد يستقبلوا لاجئين طبعا هيك عم بيقولوا كان قبل عندهم عشر بالمئة مثلا الناس عم ينتخبوهم مثلا يلي بيحبوهم أتباعهم وبعدين سأصلوا إلى 12-15-20 ووصلوا إلى 21 بالمئة وعم بيقولوا إذا استلمنا ما عاد يستقبل لاجئين أبدا وكثير ناس عم يبعثون لي طيب يعني نجي لألمانيا ورلا يعني بعد رأس السنة يعني بعد 3-4 شهور إذا أجينا خايفين رجعونا وعن بيقولوا أنه سيحطوا مخيمات ما بعرف في وين ورح يحطوا اللاجئين هناك وخلاص ألمانيا ما عاد في مكان لحدا هذا الكلام صح ورلا ما هدا فيه يعطيكم الجواب الأكيد والدقيق مئة بالمئة ولكن أنا رح أعطيكم المعلومات الدقيقة رح جيبها من الآخر يعني رح أعطيكم كل شيء مئة بالمئة مو تسعين بالمئة هالمرة مئة بالمئة ما تسمعوا أحدا وسمعوا هذا الفيديو مليح وسمعوا شو بدي لكم ألمانيا بلد كبير يا جماعة يعني 80-81 مليون نسمة اللاجئين بس السوريين عددهم وصل تقريبا مليون ونص وأنا واثق رح يوصل لمليونين الأوكران خلال سنتين وصلوا لمليونين الأتراك مليونين الله أعلم يعني عدد اللاجئين كبير ويا ترى معقول بعد 3-4 أشهر خلاص ألمانيا لا تستقبل أنا رح أعلكم الآن ألمانيا رح ضل تستقبل لاجئين طالما ملاحظة كتير مهمة حطوا ليها بين 500 قوس وتحت 20 خط طالما الشاب عم يتزوج الشاب في ألمانيا وطالما البنت عم تتزوج البنت معاناة ألمانيا رح ضل تستقبل لاجئين لماذا لا يتجلب?' أعني أه يريد أن يتزوج الوصح يتجلب الوصح أو والد ونص أعني لا يتجلب الوصح لم يكن هناك زواج والبنت يعني أما بنت تتزوج الأب أنا أما شب يريد أن يتزوج أب أنا أما بنت لا تتزوج نهائيا ما تحب يعني أحد يتقول لك أنه أنا عندي كلب ما أريد با الرجال؟ أنا الرجال ما أريد هذا أعني تعرفوا كمم يعني كمم يتقاعدوا من الخطائرة؟ مين يقاعدون في السنة؟ 500 ألف مليون شخص؟ مين يوجد لاجئين على المانيا في السنة؟ انتم تعرفوا شغلة كمان كتير مهمة في المانيا، من يدير المانيا؟ من يدير المانيا؟ إن شاء الله، يفكرون أنت ويائه ويائها أنه مثلا الحزب الفلاني والحزب البديل، ولم أعرف من ويهدون يديرهم المانيا والسياسيين، لا تهم علاقة حبيبي أ formingا ما الذي ي ejecut ألمانيا هنزلór التجار الملياردييا واع filpro أصحابينا الشركات والمعامل هل تعلمون كما يوجد معنا요 أحدث الشركات والأكوى الشركات بالعالم أصدي هي شركات ألمانية كما هل يوجد شركة عالمية مختلفة في ألمانيا المعظم شركات العالمية الفخمة هي شركات ألمانية وليست استويل إليها أو تشتريها ستصير إليها أيضا هؤلاء الذين يديرون البلد هؤلاء الذين يديرون ألمانيا تركوا كل الحكي على الجنب يقولون بعد شهرين ثلاثة يوقفوا استقبال اللاجين هذا الحكي فاضي ممكن تصير شغلات مثلا تتغير بعض القوانين ممكن تصير شغلات بسيطة ولكن أنه يوقفوا استقبال اللاجين من هنا لبعد أربع خمس سنين هذا الشيء لا أظابط أبدا ألمانيا يحاجر لدي عامل وين ما رحنا بألمانيا كاتبين أنه بدنا عمال بدنا عمال لكن درجة أنه من فترة بتعرفوا شو عملوا كمان يعني بحطوا لافتات بالمول بالمول بروح نتسوق جوه المول بالميكرافون بنادو أنه إذا بدك تشتغل أهلا وسهلا فيك وما بعرف شو وتعب نعطيك مثلا عيدية وبنعطيك مكافآت يعني بغروك مشان تشتغل بدون عمال من فترة عملوا معرض يعني مثل المعرض هون بألمانيا شركات مثلا كل شركة بمثلة مثلا موظف أو موظفين مثلا البنك الفلاني حتى الشرطة حتى مراكز الشرطة بيحاجر الموظفين حتى أنا عملت عنا فيديوهات أنا صورتهم بس عم بلس ننزل الفيديوهات يعني حتى رحت لعند الشرطة قلت له أنتو كمان نازلكن لازمكن موظفين طبعا وكتير كمان وبكل المجالات رح ننزل بعدين هاي الفيديوهات يعني كانوا عاملين معرض لشو كل هاي الشركات بحاجر العمال لك ركاب سيارتك ركاب سيارتك انت ويا لحكي لكل حدا بألمانيا ركاب سيارتك يا زلمة إذا عم تسوق السيارة بألمانيا عم تسوق يعني ساعتين ثلاثة بتتطلع على العداد وتتطلع ما بعرف على الموبايل تبعك قديش رسا فيه لتوصل بدك تروح مثلا من الشرقية للغربية أو ما بعرفين يا زلمة بتكون سايق ساعتين ثلاثة لسه لسه بيكون شو هالحكي الفاضي والله بعد عشرين يوم وبعد شهر ألمانيا ما عاد تستقبل حدا هذا الحكي ما نو موجود نهائيا ممكن رح يرجع يقول ممكن والله مثلا تتغير بعض الشغلات البسيطة ولكن انه ما عاد يستقبلوا حدا لا حبيبي لا فيه تقاعد كثير ما يعني طالما مرة تاني طالما الشب عم يتزوج الشب عم يعملوا هينحيني مع بعض والبنت عم تعمل هينحيني مع البنت تتزوج البنت أو بنت ماردة تتزوج نهائيا يعني ما في إنتاج ما في إنتاج للبشر عندهم رح تنقرض البشرية بألمانيا إذا ما جابوا ناس نصر الخير لأدام